بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع معكم في هذا الفيديو ماذا قالت فورين أفرز الأمريكية عن أردغان وقواعد اللعبة بعد الانتخابات وماذا قالت أيضا عن تركيا التي تتطلع لدور عالمي أكبر وماذا على أمريكا أن تفعله متابعين الأعزاء للتفاصيل كونوا معنا حتى النهاية صلطت مجلة فورين أفرز الأمريكية الجمعة 11 من أغسطس آب 2023 الضوء على الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردغان وفوزه المستحق بالانتخابات رغم طيف واسع من المعارضة التي تحالفت لإسقاطه ولم تنجح مشيرة إلى أن على أمريكا والغرب أن يغيروا من طريق التعاملهما مع أنقرة وفي مقال المجلة المختصة بالتحليلات السياسية كتبه باحثان في معهد بورغينز الأمريكي أكد بشكل واضح صعود قوة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردغان عالميا في مجالاتها السياسية الداخلية والخارجية وعلى دورها المحوري في قضايا عدة خلال العقد الماضي المقال بدأ من حملة أردغان الانتخابية حيث قالت الصحيفة لا يقوم أحد بالحملات الانتخابية مثل الرئيس التركي فقبل أشهر من انتخابات تركيا في مايو آيار 2023 كشف أردغان النقاب عن شعار حملته الانتخابية قرن تركيا أمام جمهور مفعم بالحماس يتكون من آلاف الأشخاص متعهدا بجعل تركيا من بين العشرة بلدان الأولى في العالم في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والدبلوماسية ووفقا للصحيفة فإن الهدف من الخطاب كان توصيل رؤية تركيا للجمهورية التركية في الذكرى المئوية لتأسيسها كقوة صاعدة على وشك السلام والازدهار خرجت منتصرة من معاركها العديدة مع الإمبرياليين وأصبحت أخيرا جاهزة لتأخذ مكانها الصحيح كقوة عالمية ماذا عن تركيا قبل أردغان بحسب الباحثين فقد انتهى بحث تركيا الذي استمر لعقود عن الهوية حيث تعيش أنقر اليوم مرحلة ما بعد الغرب ولم تعد تسعى للحصول على موافقته أو تطمح إلى المثل الليبرالية الغربية ولم تعد تعتمد على الغرب يتحدث المقال عن تركيا قبل أردغان مشيرا إلى أن هويتها كانت قائمة على إرث مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك الداعي إلى التوجه نحو الحضارة الغربية والانتماء لها كما أشار المقال إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حينما حاولت تركيا حماية نفسها من التهديد الدائم للتوسع السوفيتي وهو ما دفعها أيضا نحو الغرب من خلال ترصيخ نفسها في المؤسسات الأوروبية الأطلسية ومحاولة اللحاق بالديمقراطيات الغربية المتقدمة والمزدهرة في المقابل نظرت واشنطن إلى تركيا من منظور الحرب الباردة كدولة حدودية مفيدة في الحرب ضد الشيوعية والنفوذ السوفيتي لكن اليوم الصورة مختلفة تماما بحسب المقال فإنه منذ أن تولى أردغان السلطة عام 2002 وخاصة منذ محاولة الإنقلاب الفاشلة ضد حكومته في 2016 ساءت علاقة واشنطن مع أنقرة بشكل مضطرد وهي الآن أقل متانة من العلاقات التي تقيمها الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من القوى غير الأعضاء في الناتو وتابع المقال غالبا ما يصف السياسيون الأتراك بمن فيهم أردغان الولايات المتحدة بغضب بأنها خصم وليست شريكا وعندما فرضت واشنطن عقوبات على تركيا عام 2020 لشرائها أنظمة صواريخ أرض جو إس ربعمية من روسيا على سبيل المثال وصف أردغان القرار الأمريكي بأنه هجوم صارخ على السيادة التركية وقال إن الغرض من العقوبات هو منع الخطوات التي اتخذتها بلادنا في صناعة الدفاع وإبقاؤنا تابعين كما أوضح المقال أن بعض صانع السياسة الأمريكية يشككون علانية في التزام تركيا بحلف شمال الأطلسي ويخشون أن تقترب أنقرة من موسكو بحسب الصحيفة لكن هذا الغضب المتبادل بدأ مؤخرا في التراجع إلى شيء يشبه القبول بحسب المقال فإن تركيا في عهد أردغان تعمل على أساس أن الغرب في حالة انحدار وأن عالما متعدد الأقطاب آخذا في الظهور وهو ما يوفر ظاهريا انفتاحا لصعود تركيا إلى مكانة قوة عظمى لكن تركيا بحسب المقال لا تريد تغيير المعسكرات بالابتعاد عن حلف شمال الأطلسي والتوجه نحو منظمة شنجهاي للتعاون وهي منظمة دفاعية وأمنية أوراسية شكلتها الصين وروسيا عام 2001 في محاولة لمنافسة الناتو لكنها ترغب في الحفاظ على قدم لها في كل معسكر مع توسيع نفوذها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وقواتها الاقتصادية على نطاق واسع كما أشار المقال إلى أن أردغان يسعى إلى انفصال واضح عن الغرب عندما يتعلق الأمر بالأيدولوجيا والثقافة والهوية إلا أنه يحاول أيضا تنفيذ عملية توازن مدروسة بعناية بين القوى العظمى على أمل إيجاد المزيد من الفرص التي يمكن لتركيا أن تمارس فيها نفوذها أما عن تركيا وروسيا بخصوص العلاقات الروسية التركية أشار المقال إلى أنه في الوقت الذي كان التباعد يزداد بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ازدهرت العلاقات الروسية التركية بشكل عام ونجت حتى الآن من الامتحان الذي فرضه الغزو الروسي لأوكرانيا فقد امتنع أردوغان عن أي انتقاد مباشر للفضائع الروسية وكثيرا ما دعم رواية موسكو بأن الغرب هو المتسبب في غزو أوكرانيا وفي سبتمبر أيلول 2022 قال أردوغان يمكنني القول بوضوح أنني لا أجد موقف الغرب تجاه روسيا صحيحا كما رفضت تركيا الامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا وحافظت على علاقات اقتصادية وسياسية مع الكريملين مدعومة بعلاقات أردوغان الشخصية الوثيقة مع بوتين في الوقت نفسه تظل أنقارا وموسكو منافسين استراتيجيين حيث تدعمان أطرافا متعارضة في حروب بالوكالة في ليبيا وسوريا وعلى الرغم من رفضه القبول بالرواية الغربية بشأن الحرب في أوكرانيا ومعاقبة روسيا فقد وقف أردوغان بكل معنى الكلمة إلى جانب كييف في حربها ضد موسكو وأقام علاقات صناعية دفاعية وثيقة مع أوكرانيا وزودها بالأسلحة وحتى دعم محاولة أوكرانيا للحصول على عضوية الناتو وفقا للصحيفة أما عن علاقات تركيا وأمريكا فيما أوضح مقال ذورين أفيرز أنه قد ولت الأيام التي كان يمكن لرئيس أمريكي أن يقف فيها إلى جانب القادمة ولكن لا يزال بإمكان واشنطن بناء علاقة فعالة مع الدولة التي أصبحت عليها تركيا وأضافت الصحيفة قد تكون أنقرة بعيدة عن كونها حليفا مثاليا ولن تتأثر بمناشدات القيم المشتركة أو أهمية ما تعتبره واشنطن نظاما دوليا قائما على القواعد لكن برغماتية أردغان وطموحاته الإقليمية ومعاملاته تجعل العلاقة المثمرة ممكنة وتناولت الصحيفة استراتيجية بايدن في تركيا التي كانت في جوهرها تتمثل في الإبقاء على مسافة مهذبة مع أنقرة وهذا يعني تقليل وطيرة الدبلوماسية الرئاسية التي ميزت معظم حقب الترامب على حساب العلاقات الثنائية في كثير من الأحيان لكن ووفقا للصحيفة فإن النسبة للجزء الأكبر من هذه الاستراتيجية نجاح نهج بايدن بشكل جيد حيث خفض التوقعات على كل الجانبين وتغلب على الاختلافات واستكملت الصحيفة حافظت الإدارة الأمريكية على روابط مع تركيا ولكن فقط في القضايا ذات الأهمية الفورية مثل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان عام 2021 والاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الذي سمح للأخيرة بشحن الحبوب عبر البحر الأسود فقد لايب أردغان دورا رئيسيا في الصفقة من خلال إقناع بوتين بالسماح بشحنات الحبوب الصحيفة أشارت إلى موقع تركيا الاستراتيجي على البحر الأسود الذي يربط روسيا والشرق الأوسط وأوروبا ويجعل البلاد لاعبا مهما في الحرب في أوكرانيا وحيويا لجهود الغرب لاحتواء روسيا وإذا بدأت المفاوضات بين كيف وموسكو فقد تثبت علاقة أردغان مع بوتين أنها رافعة مهمة للغرب كما أوضحت الصحيفة أن تمتد أهمية تركيا بالنسبة لواشنطن وحلفائها إلى ما وراء منطقة البحر الأسود حيث يمكن أن تساعد أنقار أيضا في الحفاظ على الاستقرار في القوقاز حيث يمكنها دفع حلفائها الأذريين للتوصل إلى اتفاق سلام مع أرمينيا وينطابق الشيء نفسه على العراق وسوريا حيث يساعد الوجود التركي واشنطن في الحفاظ على قدر ضئيل من النفوذ بحسب الصحيفة تأمل واشنطن أن تتمكن تركيا من المساعدة في إنشاء بنية مستدامة لنقل الطاقة تسمح لأوروبا بأكملها بالاستفادة من الموارد الهائلة المحتملة في شرق البحر الأبيض المتوسط في الخلاصة شدد المقال على أنه يجب على واشنطن أن تسعى إلى استقرار علاقتها مع أنقرة وهذا يعني التحرك نحو تبني عقلي التبادل المصالح كما لفت المقال إلى أنه قد تكون المساومة الناجحة في قمة الناتو الأخيرة في فلينيوس بشأن انضمام السويد إلى الناتو نموذجا على هذه العقلية وزادت من الواضح أن أردغان كان في مزاج يسمح له بالتبادل المصلحي وفي مقابل دعم محاولة استوكهولم للانضمام إلى التحالف طالبت تركيا بتنازلات ليست من السويد فحسب بما في ذلك إنهاء حظر الأسلحة السويدي غير الرسمة على تركيا وقانون مكافحة الإرهاب السويدي الأكثر قسوة وتسليم العديد من طالب اللجوء المرتبطين بحزب العمال الكردستاني ولكن من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الصحيفة أكدت أنه يمكن أن تكون العلاقات الأمريكية التركية في وضع أفضل بصالح الإقتصاد التركي يساعد أنقارة على تحقيق التوازن ضد روسيا ويمنح واشنطن مزيدا من الثقة مع تنامي نفوذ الصين في الشرق الأوسط وتابعت تعد تركيا في عهد أردغان نموذجا أوليا لنوع القوى المتوسطة التي يجب على واشنطن أن تتوقع ظهورها في كثير من الأحيان في عصر المنافسة الجوسياسية القادمة هذه القوى التي ستكون لا أعداء فيها ولا حلفاء لن تفهم صراع واشنطن مع بكين وموسكو من الناحية الأخلاقية أو الأيدولوجية بل سوف تسعى إلى الحفاظ على استقلالها من جميع الجوانب في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر